افتتح أول وأحدث مركز خارج اليابان والولايات المتحدة الأمريكية لبحوث الفلزات الذكية بمصر في مستشفى الكبد المصري بالتقاهلية وذلك في إطار نشاط التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ويهدف المركز لخدمة الأغراض الطبية وتحسين صاحة المرضى والتغلب على التحديات الطبية من خلال تصنيع مواد حيوية ذكية كما يعمل على دعم البحث العلمي والتعليم المستمر وسوف يتيح للبحثين من داخل وخارج مصر بما في ذلك الأطباء والطلاب الحصول على ما يحتاجونه من مواد حيوية ذكية فضلا عن إمكانية إجرائهم التجارب داخل المركز